الخريطة رجال عايش بيشغف للمعرفي حامل معه شهادات عالم ستفي فرحان عنده ابن بعمره صغير ودعسات بيه بالثقافي مقتفي يقضي نهاره البيء لكتابه أسير بياكله يشرب علم صعبي يكتفي وبالليل يقعد حد ابنه بالسرير يقرأ ويسرح بيدني فكره وخيال وعينه وعابنه يكون عفراش وغفي والابن مثل البيء لكتابه ورفيء تغفى عيونه غامره حده ويفيء عنده تأثر بمزايا والده اللي كان خيه بيء لابنه صديق ويعطيه عبرة بالحياة تساعده ووقت الصعوب كان يكشف له الطريق بعيش التعاون والمحب تواعده لأيام تمرق والعمر يمضي أوام وصبح السقافي طل من ليل العميد وبيوم قال الابن لبي الحبيب جب لي خريطة الكون فيها اقشعه قال له يا ابني سماع سؤالك غريب انت صغير الكون صعب تجمعه مطلب رهيب وغامد وشكله عجيب والناس شو بتقول لما بتسمعه لكن خريطة ليوم بالسهرة بجيب ادرسها لحالك دون ما تزعج حدا جاب الخريطة وحول منها تربعه الوالد بيقل له مسرحك قطعت ورقه بلدان كل لم سيجي بحدودها كتابي حياتي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة